السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناة اليوتيوب كان ساي كان اليوم ناخد قاعدة بسيطة وصغيرة اللي هي موقع الظروف في الجملة ناخد ثلاث مواقع الظروف وأمثل عليها وين نستخدمها وأنواع الظروف بشكل ملخص وصغير تابعونا أول شي تقسم مواقع الظروف لثلاث أقسام في مقدمة الجملة في وسط الجملة في نهاية الجملة عندما يكون لدينا عدة الظروف يعني عندي أكثر من ضرف كيف نرتبهم احنا من الجملة رح نشوف في هذا الفيديو كيف نرتبهم رح نشوف موقعهم وأمثلة على كل جزء من هاي المواقع تابعوا الفيديو وأي أمثلة أو أي ملاحظات ابعتولي إياها بالكومنتات أو أي سؤال أو أي ملاحظة ابعتولي إياها برضو على الكومنت رح ناخد هسا أول موقع من مواقع الظروف لما يكون الظرف عندي في بداية الجملة هاي المثلة عندي وير اللي هو الظرف المكان اللي أجا عندي في بداية الجملة هير هي كام طبعا هون عندي مش سؤال جملة وعادة ما بتيجي علامة التعجب مع الظروف إذا كانت في بداية الجملة عندي ضرف المكان اللي هو ذير أجا في بداية الجملة ثاني موقع عندي من مواقع الظرف اللي هي بتيجي بعد الفاعل مباشرة أو في وسط الجملة وأخذنا في قواعد سابقة أنها بتيجي بين الفعل الرئيسي والمساعد الأمثلة He never forget to give the poor some money He never أجت اللي هو الظرف في وسط الجملة وأجت بعد الفاعل مباشرة والفاعل عندي هون عبارة عن ضمير ثاني مثال I always dream of a peaceful life Always أجت برضو بعد الفاعل مباشرة أو في وسط الجملة زي ما بحكيها فالفاعل عنده هون ضمير وأجت بعديها Always آخر موقع عندي واللي هو في نهاية الجملة طبعا بيكون عندي أكثر من ظرف فإذا كان عندي أكثر من ظرف بيكون ترتيب الظرف كالتالي Remember, place, time يعني أول شي بحط الحال بعدين المكان بعدين الزمان ودائما الظرف اللي بيجي بنهاية الجملة بيجي بعد المفعول به مباشرة يعني بعد ثالث كلمة مباشرة بيجي عندي الظروف وترتيبهم الحال بالأول والمكان والزمان إذا كان عندي في الجملة أكثر من ظرف ناخد أمثلة وهاي عندي الأمثلة على الظرف لما يكون موقعه في نهاية الجملة We arrived there ذير اللي هو ظرف المكان أجب في نهاية الجملة بعد ذي ظرف زمان She will travel tomorrow morning أجب ظرف الزمان في نهاية الجملة فالموقع حون عندي موقع الظرف في نهاية الجملة إحنا أخذنا ثلاث مواقع للظرف طبعا في موقع ثاني بس هذا ملخص شامل للمواقع الرئيسية للظرف أي سؤال أو أي استفسار ابعتولي على الكومنت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر